أكد وزير الخارجية سامح شكر المسئولية الكبرى الواقع على عاطق اللجنة الانتقالية للخسائر والأدرار لتفعيل قرار مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ التاريخي بإنشاء صندوق تمويل الخسائر والأدرار الناجمة عن التغير المناخي وفي كلمة مسجلة خلال افتتاح أعمال اجتماع اللجنة بمدينة الأقصر صلاة شكر الضوء على الظواهر المناخية التي باتت تهدد العديد من دول العالم مؤكدا أنه كرئيس لمؤتمر كوب 27 سيواصل دعمه لعمل اللجنة بما يمكنها من تحقيق النتائج المرجوة بحلول المؤتمر المقبل بالإمارات العربية المتحدة